شو أكبر تحدي بواجه المرأة بمشاركتها السياسية؟ يعني أنا برأيي أكبر تحدي هو التحدي الاجتماعي اللي حالياً هو اللي طاغي على كل التحديات وهو اللي بيحل كل التحديات الثانية عينها المشكلة الأساسية في فلسطين اللي بتواجه المرأة التحدي الاجتماعي من ناحية أنه منظورة المجتمع لإلها أنه هي ناقصة أنه هي ما بتقدر تتوي، ما بتقدر تأخذ الدور ما بتقدر تقود، ما بتقدر تتشارك بالحياة السياسية هي تابعة للرجل في كل الحياة لدينا مشكلة باستعاب المجتمع على قدرات وإمكانيات المرأة في المشاركة السياسية وبأي جانب حتى اجتماعي آخر يعني بعتقدوا أنه المرأة ما عندهاش القدرات اللي هي تقدر تشارك سياسيا أو اجتماعيا هذه التحديات هي غياب الثقافة القانونية والحقوقية لدى النساء لدى مهضم النساء في فلسطين خصوصا النساء في المناطق المهمشة حتى بعد الطالبات اللي بيكونوا موجودات في الجامعات لأن هذه الثقافة بتكون قليلة عندهم مم بتلقوا تعليم معين مثلا فيزيا هندسي طيب ما إلى ذلك لكن أمور إلها علاقة بالقانون أو أمور إلها علاقة بحقوق الإنسان ثقافة الخاصة بالنساء نفسهم حقوق النساء واللي واحدة منها بالتأكيد المشاركة السياسية والمشاركة في الانتخابات هي غائبة المجتمع بشكل عام هو مشحف بحق المرأة بكل المجالات وخصوصا بالمجال القانوني اللي هو عنده الذكر أهم من الأنثى والذكر هو اللي مفروض يكون بالمناصب السياسية العليا ويكون هو اللي ينجح في الانتخابات ضد المرأة أكبر تحدي عنا بالمجتمع هذه العقلية الذكورية الأبوية المجتمع الرجعي لسه التخلف يعني برأيي أنا هذا برأيي الشخصي لأنه لسه مجتمعنا ما وصل لحد أنه يقتنع أنه المرأة قادرة اللي قادرة تقود بيتها أنه ممكن تقادرة تكون قادرة تقود مؤسسات المجتمع المحلي وتوصل حتى للرئاسة بالنسبة لي أنا أبرز تحدي كان هو التحديات الاجتماعية العادات والتقاليد البيئة النمطية الموروث النمطي اللي إحنا منتربع عليه إنه المرأة كيف المرأة بدأت تنزل في مدان العمل السياسي تنزل مثل همثل الرجل تتخخر في اجتماعاتها كعضوة في مجلس البلدي هذا كان شوية تحدي خلال التجارب وخلال المشاركات مع النساء كان هذا تحدي كبير لأن العادات والتقاليد هي بتيجي بعد الحلال والحرام بيجي عندنا العادات والتقاليد مباشرة ويمكن في بعض المناطق تضغى العادات والتقاليد على الحلال والحرام